تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات حقق المنتخب الوطني المغربي التأهل لنهائيات كأس العالم بعد فوزه بنتيجة ثلاثة أداف لسافر على المنتخب الجزائري في مباراة ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم أقل من 17 سنة والمقام حاليا بالجزائر المباراة جرت على أرضية ملعب الشهيد حملوي بقسنطينا وسجل ثلاثة المنتخب الوطني كل من زكريا الوزان في الدقيقتين 28 وال57 وأدم شكير في الدقيقة الثالثة والثمانين النخب الوطني سعيد شيبة وخلال الندوة الصحفية لما بعد المباراة أكد أن المباراة في هذه المنافسة تختلف وأن العنصر الوطنية ظهرت بوجه جيد رجح كفتها للتأهل لنصف النهائي الاختلاف أنه ظروف مباراة مختلفة النواية دائما هي نفسها أنه نكون جيدين على مستوى التنظيمي على مستوى الاندباط ولما يتيح لنا الخصم والظروف المباراة أننا نستحودوه ونلعبوه بشكل جيد للعبوه بشكل جيد هناك أولويات في بعض المباراة لذلك اليوم ربما تقدم في شكل وقت مبكر نسبيا نمكننا أنه نغلوه ضغوطات ربما على الخصم ونلعبوه بأرياحية أكثر لذلك ظهرنا بالوجه الجيد في هذه المباراة هذا ما تمنعش عنه مباراة الثلاث في المجموعة مباراة تستحق الاحترام بأوجه مختلفة بتوجهات مختلفة لأن ظروف المجموعة كانت صعبة كان عندنا مجموعة صعبة وما كناش مسموح لنا بخطأ خصوصا في المباراة الأولى ومباراة الثانية لكنه حاسيمة في عملية التأهل تذكير بلائحة المنتخب الوطني المغربي في هذه المنافسة الإفريقية طه بن غزيل حمزة كوتون فؤاد الزواني أدم بوفندار عبد الحميد أيت بودلال أدم شاكير سعيد الرفاعي محمد رضوان أدم حنين مروان بياض أعتمان الإدريس الرحالي حمزة جليد سيف الدين شلاغمو محمد أمين كبداني معاد بغيزان هيتم الموس عبد الحميد معالي زكريا الوزان اسماعيل بختي محمد أمين قطيبة حمزة المتوكل عمران صديقي أيمن النير محمد حموني عدنان الحمر وزكريا العلاوي ودائما مع منافسات كأس إفريقيا للأمام قل من 17 سنة ستتواصل اليوم مباريات دور الربع حيث سيتم التعرف على آخر المتأهلين للمربع الذهبي وبالتالي الوصول لكأس العالم لهذه الفئة على الساعة الخامسة بعد الزوال مالي في مواجهة الكونغو وعلى الساعة الثامنة ليلا منتخب نيجيريا سيواجه منتخب بوركينافاسو ويوم أمس وبالإضافة إلى تأهل المنتخب الوطني المغربي كان منتخب السينيغال أول المتأهلين للمربع الذهبي وكأس العالم بعد فوزه الكبير على جنوب إفريقيا بخمسة أهداف لسفر أوروبيا وضع أنتر ميلون الإيطالي قدبا في المباراة النهائية للشامبيونس ليغ بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا بهدفين لسفر على مضيفه وجاره آسي ميلون في ذهب دور النصف وجاء هدف المباراة التي أقيمت بالسانسيرو في غضون ثلاث دقائق حيث افتتح البوسني إيدين تزيكو في الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف الأرميني هيريك مختريان الهدف الثاني في الدقيقة الحادية عشر وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في السادس عشر من هذا الشهر على نفس الأرضية ونفس الملعب لكن تحت مسمى ملعب جوسيبي مياتسا وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين لهذا اليوم إليكم أطيب التحيات إلى اللقاء